مساء الخير عليكم كما وعدتكن في مفاجأة النهاردة وانتظروني فيها فطبعا المفاجأة ان انا طالعا النهاردة بدون ديف في برنامج حياتنا معاكو دكتورة شايماء دكتور مهندس نظم ادارة وجودة واستشاري تعديل سلوك بعتذر لكم جدا جدا ان انا اتأخرت بس والله مش بمزاجي معرفش هو المفروض ان فيه حظر بس انا مرقيتش ان فيه حظر يعني من الصبحنا جاي من محافظة لمحافظة وجاي النهاردة في مدينة الانتاج من الساعة اربعة ونص ونسائق هو فين الحظر يا جماعة لما كل الناس دي في الشارع هما اللي قاعدين في البيت فيه هما مين لما كل الناس في الشارع من اربعة ونص ونسائق الحد دلوقتي وتأخرت عليكم على الهوى فانا بعتذر لكم جدا حلقتنا النهاردة ان شاء الله انا حابة ان انا اتكلم معاكم بدون ما يكون معايا مزيع او اعلامي يقدمني بما ان انا ما بعملش لايف ومش متعودة ان انا اعمل معاكم لايف على حسابي فقلت لكم انتظروا المفاجأة المفاجأة ان انا هطلع اتكلم معاكم انا وانتو بس من غير حد معنا بما ان انا بحترمكم جدا وعارف عقليتكم وانتو كمان عرفتم مين دكتورة شايماء اللي بتتبعوها واحترمته دماغي فانا من خلال كده في شوية حاجات معجبتنيش الفترة ديت فقلت ازمة كورونا اتكلمت فيها في حلقات كتير على عدة قنوات او اذاعات فقلت نجدد شوية وهنتكلم عن ثقافة الشراء بما ان احنا في ازمة وبرضو متعودين ان احنا نشتري ثقافة الشعب المصري ما تغيرتش لا تقول لي وباء ولا تقول لي ارهاب ولا تقول لي كورونا ما فيش حاجة محوقة جماعة احنا رايحين فين انتو ايه الكامل هاي اللي انا شفتوا مبارح في الشراء الناس نزلت تشتري في سيخ ونزلت تشتري يميش رمضان على اساس ان حاضرتك في ظروفة عادية فنزلت تشتري في سيخ هتاكله على اساس ان انت عايش حياتك الطبعية فلما تاكل في سيخ مش هيحصل لك تلوث يعني انا عايزة لفتنظرك لحاجة مهمة اوي لما كنا بنكل في سيخ في الايام العادية انا ما باكلوش مبدئيا الناس لم يكن تاكلوا في الايام العادية كان بيجي لها حالات تسامم وفي المستشفيات طب في زل الكورونا تعتقدوا هيحصل لهم ايه هي المستشفيات يعني مستكفية مش مستدعية كمان في سيخ وكورونا في الفيسيخ وامراض ووباء يمكن احنا عشان قلنا كلمة فيروس في الاول فالناس ما اقتنعتش ان احنا بنمر بازمة يمكن دير مشكلة يمكن لو قلنا كلمة وباء صريحة كانت الناس اقتنعت وقعدت في البيت يمكن الناس كانت غيرت ثقافتها بس للأسف يمكن احنا جملنا الموضوع شوية لما قلنا كلمة ويروس كان المفروض نقول ان هو طعون او وباء يمكن الناس كانت هتخاف وتقعد في البيت طيب ثقافتنا في الشراء احنا امت هنغيرها احنا ما قعدناش في البيت عشان ناكل والنام والنام وناكل وحياتنا طول النهار اكل انا بستعجب جدا يعني سيد الرئيس سلع قال احنا عندنا استراتيجي يكفينا بالسلع التنمونية ثلاث شهور قدام مش معنى ذلك ان انا انزل اشتري الثلاث شهور في يوم واحد مش معنى كده ان انا انزل اشتري يوم خلال يومين وبقيت الشعب ما يلاقيش مش معنى ان انا حضرتك ربنا اداني واقدر انزل اشتري وامنا الكاربوش كبيرة قوي ومليانة واخرق بيها من الهايبر يبقى صاحب القوت الداخلي واللي بتخله داخلي يومي هيقدر اشتري زي حدك انت لما بتدخل الهايبر ومعاك الكاربوش عشان تملاها وتخرج بيها انت بتشيل كل العرف وتنزل في الكاربوش وتخرج بيه طب الشخص اللي داخل يشتري قطعة واحدة وما يلاقي هيش هيعمل ايه انتو بس فهمتوا الموضوع غلط ان احنا الاستراتيجي هيكفينا لثلاث شهور مش معنى كده نزل اشتري في يوم واحدة لان المفروض الطبيعي ان انا اشتري على مدار الثلاث شهور الطبيعي للبناء ادنين الطبيعيين ما نزلش اشتري الكمية دي كلها كاننا يأجوب ومأجوب هنأكل الاخضر واليابس طب احنا بقيت الناس دي هتاكل منين هتلاقي منين لازم نغير ثقافتنا طب يعني نوحت عنها قبل كده انت جاهلك رمضان طب هتعمل ايه في رمضان ده احنا ثقافتنا اصلا مع رمضان متدمرة بالزيادة ثقافتنا في رمضان مرتبطة اصلا بالاكل بالولايم والعزايم طب هنأعمل فيها ايه هنجيب منين طب لو انت يخدت دلوقتي من التل مش هيختل طب يعني انت كنت زعلان عشان مروحتش تحج عشان مروحتش تعتمر عشان المسجد مقفول طب ممكن تبص بعين الرحمة وتنزل تطوف حوالين بقى بيت الفقراء بما ان انت ربنا ادىك عشان تقدر تروح تحج بيته او ربنا استنادي قالك بلاش تحج بيتي وانزل تطوف حوالين بيت الفقراء ثقافتنا من الاسف من الاسف انا مش شايفة انها بتتغير مع العلم ان الفترة دي الدولة قيمة على عطيقها جامد جدا جدا بتوفر لنا كل حاجة بس عشان ما نخرجش من البيت بتجيب لنا كل حاجة لحدة عندنا بس عشان ما نخرجش من البيت برضو بنخرج وبردو بنشتري وبردو زحمة طب يعني لما تقننت الموضوع العمالة والموظفين 50% و30% وناس اللي عندها اطفال اقل من 12 سنة يعودوا في البيت طب مين الناس اللي موجودة دي في الشارع ما تقنعنيش الندى الشخص الحرفي اللي بيعتمد على قوت يومه لان المنظر اللي انا شفته برا وانا جاية طول الطريق او من سفر الصبح وانا جاية ملهاش علاقة بشخص عنده ازمة مالية خالص او بيمروا بظروف اليها علاقة طب انت نازل رايح فين العربيات والتريلات اللي ماشي عالطريق دي انتوا رايحين فين هتبيعوا مين الكلام ده انا اعتقد في ظل الظروف اللي احنا فيها دي المسموح بيها يعني تمر هي شحنات الوقود عشان تزود البنزينات ومحطات الوقود اكتر من كده بقى المصانع اللي عمالت حمل اساسات واللي بتحمل مش عارف ايه كل ده عامل عبق على الطريق مش حاسين ان فيه وباء الدول كلها رفعت ايديها وقالت احنا خلاص لازم نتضرع لربنا ونعرف ربنا عشان ده الحل الوحيد اللي هيضيع الوباء واحنا ما زلنا بننزل وناكل ونشرب يمكن السيد الرئيس قبل كده قال احنا في حرب وجود وقالها بطريقة عنيفة وندر جدا ان سيد الرئيس يعني ينفعل مع الهجر لما الناس ما حسيتش ان فيه ارهاب بالمناسبة انا بعزي انفسنا من رجل الشرطة مبارح سيدة العقيد اللي توفى مبارح بقاء لله ونعزي اسرته ربنا يا رب يصبر قلوبكم الجيش الابيض بعزي اهالينا كلهم من التمريد والاطباء اللي صهرانين واللي ماتوا بسبب الكورونا ابعت ذلكوا ان انا في البداية يعني عشان بدأنا متأخر ان انا ملحقتش عازي فالسيد الرئيس لما قال احنا في حرب وجود قالها بطريقة عنيفة عشان يلفط نظرك ان انت ما عندكش احساس بالمسئولية انت بتتعامل كأنك عايش في الجنة لأ حاضيزك انت بتمر بالظروف فلازم تحس بيها بالتالي جيف مرة تانية وقال احنا في قازمة اسمها قازمة كورونا لازم تلمسوا مسكات لازم تلبسوا جوانتيات وانتوا خارجين لازم المظاهرات تبقى في ايديكم نزل من فترة قابل عمال وتكلم معاهم طب احنا امتى هنقعد في البيت يا جماعة امتى بامانة المنظر في الشارع لو الدول اتفرجت علينا اللي هي قاعدة وملتزمة في بيوتها هتقولك اترزع في بيتك اترزع في بيتك ده اخر هاشتاج انا شفت على السوشيال ميديا واكيد اللي عمله شخص قاعد ملتزم في البيت منتظر ان حاضرتك تلتزم عشان ينزل هو كمان يمارس حياته الطبيعية طب امتى هو هينزل حياته الطبيعية لما انت كل يوم متواجد في الشارع انا عايز ده السبب جوهاري يعني تقولي عليه ان انت بتنزل عشان الشارع يوميا لما كل الهيئات وكل المؤسسات واعتقد وفرت حاجات كتير قوي اونلاين وطبعا الشرع اونلاين عشان ده موضوع حلقتنا فبتنزل الشارع عليه ثقافة الشرع احنا عندنا في علم الادارة وبنتكلم عن الرجل البراندي طوى يحب يشتري من البراندات دايما ودايما الانصة تحب تلبس الحاجات السينية اللي هي القطع الواحدة اللي مفيش حد يغيرها لبسها فهي دي ثقافة بين قدمين موجودين على كل على فكرة المستويات موجودة ما تقول ليش هي في الطبقة الاسترقيتية بس في الطبقة الاغنية بس الفقراء لا ما عندهمش الكلام ده لا حتى الطبقة المتوسطة كله عنده نفس الفكر تنوعت المنتجات للفترة دي ودخلنا على انفتاح كبير حضرتك عشان تقنن موضوع الشرع بالعكس هو زاد اكتر بيع اونلاين وانت قاعد من خلال السمارتفون قاعد بتبيع وتشتري وبتشتري اكتر ما بتبيع يعني ده للأسف بقى ان انا انزل واضرب مشوار وارروح بعربيتي وان انا اقف ودور على ركنة واصرف مواصلات لا انا اجيب المنتج لحد عندي وبتفرج عليه بكل اريحية وانا قاعدة في البيت بالتالي ثقافتك في الشرع زادت بقى عندك شراحة عالية في الشرع طب الناس اللي بتنزل الهايبر وبتشتري هم مانعين من الناس الناس طيب معانا مداخلة نطلع فاصل وارجعنا لكم بعد الفاصل نكامل كلامنا عن ثقافتنا الخاطئة في الشرع وعادتنا الغلط اللي مش عارفين نتخلص منها حتى في ازمتنا احنا داخل علينا رمضان ودينا هو في اعياد الربيع وده حاليا في ازمة الكورونا لما بنيجي نشتري الحاجة ارجوكوا اتعاملوا مع الازمة ان هي ازمة عارضة وهتعدي احنا مش هنعيش فيها مع اهل الكهف مش هنعيش مدى الحياة فيها مرحلة وهتعدي فملهاش لازمة انزل اشتري كل الحاجة من الاسواق واحتكرها ولما البايع يعلي سعر علي ارجع اشتكي واقول فين الدولة انا اللي طمعته فيا انا اللي خليته يعلي السعر علي ثقفت الخطأ ان انا انزل اشتري بالكميات دي قدام عينه وييجي الشخص اللي بيشتري قطع واحدة ما يلاقيش غصبنا عنه بقى التاني هيشتغل علينا ويقوم محتكر السوق ويا يخب السلعة يا يعلي سعرها وده اللي احنا بتقوله النهار والليل بنصرخ منه في الاسعار يبقى ثقفتنا الخطأ هي اللي قدت لارتفاع الاسعار ونرجع نقول الدولة فين من غلو الاسعار الدولة بتعمل كل اللي في وسعها علشان تعبر بينا لبر الامان ما اعتقدش ان فيه دولة في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها دي عند هالوقود انخفض سعره وده حاجة من دول العجائب اللي تحصل في دولة في الظرف ده المفروض ان كل الاسعار بتغلى المفروض ان احنا حاسيني ان يوم القيامة هيقوم فننزل بنشتري كل حاجة بشراها وخايفين من بكرة فبندخل الاكل بكميات كبيرة بنشتري وقود بكميات كبيرة مش عارفين بكرة في ايه ما احنا في ازمة وبالعكس الوقود نزل محدش سأل نفسه السؤال ده الوقود نزل ليه؟ هيكون ده معانا من احد المداخلات اللي هيرد علينا في السؤال ده ولكن خلينا نتكلم على ثقافة الام لما بتيجي تنزل تشتري وتدخل السوبر ماركت ويدخل معاها طفله فيه طفل بتكون قادرة تسيطر عليه وطفل ما بتقدرش تسيطر عليه الطفل ما بتقدرش تسيطر عليه ده ارجوكي ارجوكي بلاش تنزلي معاكي لان انت لو عامل حسابك على ميزانية معينة هتشتري بيها انت هتشتري اضعافها وهيعملك مشاكل في الهايبر او في السوبر ماركت اللي انت نازلت تشتري منه معانا مداخل دكتور محمد دكتور محمد مساء الخير دكتور محمد المجالي علو علو دكتور محمد مساء الخيرات مساء النور اهليم ازاك دكتور محمد شرفتنا الحمد لله تمام طبعنا عنكم ان شاء الله بخير الله يخليك اهلا بيك من دولة الاردن الشقيقة وطبعا حضرتك قاعد معنا في الحز يبدو يبدو ان الصوت مش واضح دكتورة الاتصال مش واضح دكتور محمد علو ايوة دكتور محمد مع حضرتك الصوت الصوت مش واضح يبدو اه طب هنعاود ارتصال بحدك تاني اه ثقافة الام اللي هي نازلة تشتري وعمل حسابها على ميزانية معينة انا بترجعكي لو طفلك مش قادرة تسيطري عليه قاعديه في البيت ما تنزلهوش معاك طفلك اللي قادرة تسيطري عليه يحميلي حاجة بس حلوة قوي قبل ما تنزلين البيت الكلية لان لو نزل من البيت وهو جعين وانت كمان ده حاجة معروفة ألف ده هتلاقي نفسك دخلها تشتري كل حاجة عنيكي بتشوفها لان الجوع بقى هو سيد الموقف الطفل اللي ماشي معاكي الزنان اللي انت مش قادرة تسيطري عليه وجعين طول ما هو ماشي هيخطف الحاجة ولو حتى ما أكلهاش وبوازها هتدفعي تمانها فأرجوكي لما تنزلي السوبر ماركت تبقي محددة الليستة بتاعتك بالزبط اللي انت هتشتريها قال له دكتور محمد عودنا الاتصال دكتور محمد تحياتي أهلا بكتور شمات أهلا أهلا دكتور محمد من دولة الأردن الشقيقة أهلا بحضرتك أهلا بيكي حدك طبعا قعد معينا لأن في مصر ومش عارف ترجع الأردن أخبار الحظر ما حدك إيه جي حاجة كويسة يعني كويسة كالف من حقيقة معلش ظرفه هيعدي بس عايزين تفضل هو ظرف حدو أصلا تفضل حضرتك دلوقتي في ظل الأزمة اللي احنا بنمر بيها حدك شايف مصر فين من ضمن الدول أظن موضوع الكورونا موضوع عالمي مش مقتصر على دولة بعينها ولا مستهدف شعب بعينه مصر فين مصر هي من الأساس بالأمور هاي بالذات يعني الآن الواقع اللي بتتعيش معه جمهورية مصر العربية مقياسة مع أي دولة تانية فهي رائعة جدا حتى حتى بمستوى استيعاب الشعب تبعنا فيها سواء كان في الأردن أو في مصر نفس الشيء بس خليهم يعلموا بس أنا فكرة أنه يعلم الجميع أنه الإنسان نفسه وجوده في هذا العالم هو أصل حياة هو أصل الواقع اللي بتعيش معه تمام يعني المستفيد الأول والأخير من هذا الموضوع هي الطبيعة بحد ذاتها تعتقد دكتور محمد إيه سر انخفاض سعر البترول أو الوقود عندنا في مصر دون عن أي دولة تانية بتمر بنفس الأزمة وممكن تكون أغنى مننا بكتير يعني هذا الشيء رائع جدا هيتكتبع سياسة النظام هذا السياسة سياسة رائعة جدا تحكم فيها بطريقة سليمة بحيث أعطى الوقت وأعطى العطاء أكثر وأنتج أكثر هي ليخدم البشرين وليخدم الواقع وهو بتعايش معه فيه هذا الشيء رائع جدا أصلا ما فيه إنسان بيقدر يقوم عليه لا تنسي أنه هي دولة فقيرة مقياسا مع أي دولة ثانية منتجة للبترول فلما قامت بهذا الوضع تحملت الحكومة الجنس الأكبر وتحمل الحكومة مع المواطن هذا الشيء يعني فلتخسر الرأس مالي كل ما حققته في سبيل أنه أنت تكسب المواطن المصر وهذا الشيء رائع جدا وما حدا بيقدر يقدم عليه إلا الرئيس السيسي فقط ما حدا بيقدر يقدم عليه أكيد طوام لون تحيير وإسنا أكيد وأنا حكيتها سابقا يعني في عدة ندوات أو في عدة مقابلات أنه الرئيس عبدالفتاح السيسي يحتاج إلى تمثال في كل مكان أكيد تفتكر حضرتك أن سعر الوقود ممكن ينخفض عالميا بعد أزمة الكورونا في كل الدول هو مقياسا مع الواقع المتعايش معه لازم هو ينخفض لكن الدراسات تشير على أنه إذا تعاملوا مع خدمة رأس المال وتراكموا بيد مجموعة محددة من البشر راح تستخدموا ضد الإنسانية فهم ما بهمهم هم ما بهمهم الاقتصاد إحنا لو يوصل لمرحلة أنه الإنسان هو الذي يخلق القيمة وهو صانعها كان الوضع اختلف لكن إحنا معكوس الآية عندها الاقتصاد هو الواقع ليتعايشوا مع الناس تمام إحنا لو نعطي الإنسان إنه هو الشخص اللي بيقوم على خلق هذه القيمة ويصنعها وبتميزه عن الأخيار أو الناس للآخرين كان الوضع اختلف دكتور محمد خليني بدون قطع كلام حدك كنا من كام يوم بنتناقش أنا وحاضرتك في موضوع دولة عظمة ودولة مش عظمة والمسميات ديت فمن ضمن الدرداشة ما حدك كنت بقول لك الخريطة تتغير بعد كورونا فقلتلي الخريطة الريدي هي تجمعت وتلمت دلوقتي هذا كنت تقصد بها إيه هذا المولوع بالذات يعني يحتاج إلى فقرات طويلة لكن بواقع نحن نتعايش معه الخريطة تغيرها أصبحت الأردن ومصر اتجاه ودول العالم الأخير اتجاه أخذ معلومات الصين أول أمريكا بعدين الدول الأوروبية الوضع اللي احنا فيه يعني وضع حتى السياسة بطلت تقارف إيش الواقع اللي بتعايش ومعها فيه وباقي كورونا صار بالنسبة إن طبيعة غير مستفاد منها إلا للدول النامية فقط تفتكر حضرتك إن الدولة اللي هتعلن إن هي انتحت من أزمة الكورونا تماما هي اللي هتكون دولة عظمة بعد أزمة الكورونا طبعا 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 وهذا الشيء اللي راح يكون أصلا وهذا الشيء الواقع اللي منتعايش معه غير هيك ما راح يكون فيه بعدين ما فيش عدرعين تهي من كورونا راح تخف أزمة كورونا في إحدى الأماكن أو في دولة من الدول لكن إنها تنتهي نهائيا ما أعتقد لأن فترتها طويلة طب صحيح المعلومة نحن سمعناها من دولة الأردن من كام يوم أعلنت إنها بلا كورونا تماما لما إنها ذاك أردني هي كان في أحد الأيام في يوم الجمعة الماضي كان فعلا هو الصفر عندهم الحالات لكن بعض الحالات اللي خرجت من الحجر وكان عندها تعهد أنها ما توصل إلى الناس والتجمعات للأسف كسرت الحضر وظهر عندنا البارح واليوم حوالي ثلاث حالات ورغم ذلك عملوا الحجر الكامل والحمد لله الآن نحن مسيطرين على الموقف بطريقة يعني خلينا نقول كويس دكتور خليني أسألك سؤال أخير قبل مقفل مع حضرتك وأقول مين هياخد الشيب ومين هياخد الولد بعد أزمة كورونا يعني ده بوسط أنا كنت طرحته قبل كده عندي على السوشيال ميديا وقلت يعني دلوقتي بتعاد الكوتشينا من أول وجديد ومصر هيكون من حظها الولد وفي دول هتكون من حظها الشيب الدول اللي هيكون حظها الشيب هتتشار منها الخريطة هيبقى وضعها الاقتصادي هتبقى معهودة معنا أنا متأكد أن مصر رح تخبر الأسر ما رح تخبر الشيب أكيد طبعا أكيد نعم أنا بكلم مع الدول اللي هيكون حظها الشيب مصر لا تقبل بالشيب أكيد طبعا أكيد وده المتنبئين لي إن شاء الله مصر قادمة لأن مصر تستطيع شكرا دكتور محمد شرفتني بمداخلتك مرسي جدا الإمام ربيع أهلا بيك سلام عليكم يا شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شرفتني باتصالك يا شيخنا إزاك يا دكتورة إزايا حضيك أخبارك ربنا يبارك فيك يا دكتورة حضرتك أنورتي شاشة الصحة والجمال والله متشكرا لحضيك مرسي جدا ربنا يكرمك يا رب سريعا كده وفي عجالة يا شيخنا ثقافتنا في الشراء حضرك شايفها دلوقتي مناسبة الأزمة اللي إحنا بنمر بيها كمصريين بنتعامل مع الأزمة والطبيعي بتاعنا إن إحنا كنا في رمضان أصلا ما عندناش ثقافة شراء وكنا بنتعامل ببزخ رأي ديني بعد إذنك علشان الناس بتقول يعني هنحرم نفسنا ربنا يبقى مدينا ونحرم نفسنا يعني ما أكلش الولاد ما متعهمش بنسمع كلام غريب كأننا بنقول لهم تعالوا عيشوا عيش تلباد وما تكلوش وما تشربوش والله حضرتك يا دكتورة سبحان الله هذه الشعاء الإسلامية وضعت المنهج والمتأمل في السنة النبوية الشريعة لم تترك شيء وهذه الظروف مرت بها الدول الإسلامية من قبل ووضعت الحلول لهذه مثل هذه المشاكل يعني فلابد من يضع الشعب المصري على اعتقل التعاون مع الدولة مع الأولاء الولي الأمر في مثل هذه الأحداث حقيقي الدولة تقدم ما تستطيع لنا أيوة حصل دلوقتي الإنفاق الـ 500 جنيه للمشخاص اللي هما ما يقدروش بعض السلعة التنمونية بتتوزع برضو يعني دي كلها كانت للناس محدودة الداخل أو الناس اللي كانت بتشتغل يوم بيوم وما تقدرش تنزل تشتغل دلوقتي صوت غير واضح يا دكتورة حالك سمعني كده؟ ألو تفضلي أيوة يعني الدولة الدولة يوم مولانا يعني دلوقتي قدمت موضوع الـ 500 جنيه لكل فرق آه صح تمام تمام يعني لابد يكون في تعاون مننا كأفراد الدولة مع هذه المشكلة لحد يعني نعبر بسلام طب لابد من التعاون لابد يكون في عندنا ثقافة الوعي ويعني في لما وقعت بعون قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجه الإرشادات قال لا تخرجوا منه يعني بحيث لا تنتقل العدوى فلابد يكون الفرد مسئول مسئولية كاملة مع الدولة بالالتزام في البيت زي ما وضحت الدولة وسائل الإعلام والجهة المختصة كتعاون مننا وكواعد هذه المشكلة الكبيرة اللي احنا فيها يعني تمام تمام طب بالنسبة للحالات البزخ والناس اللي كانت تازع علانة إن الجوامع اتقفلت وإن بيت ربينا اتقفل ومش هنصلي فيه ومش هنحج طب الفلوس دي هو يعني في حكم الشارع في حكم الشارع كده مش الفلوس اللي الناس كانت تطلع تحجي بيها الفقراء أو يا وضح وحسم هذه القضية ووزارة الأوقاف قامت بواجبها في هذا الشأن وقامت بغلق المساجد وده هذه من النوازل يعني لا ده ما فيهاش يعني حضرتك أي مشكلة يعني حالينا نوضح إنه المساجد كل دور العبادة حتى الكنيس يعني ما كانش مقتصر على الجامعة بس عشان الناس والفتنة والطقفية الناس اللي بتحب تشتغل في النص كده على الشعب وتحب تسخنه على القيادة إنه وقفل الجامعة هو قفل الجامعة وقفل الكنيسة ما قفلش جامعة بس لا لا لهذا أمر مشروع دي فقه النوازل يا دكتورة يعني فقه النوازل ما فيش أي مشكلة لأن صحة الأبدان مقدمة على الدين صحة الأبدان مقدمة على الدين وهذه فرصة للإنسان اللي بيصلي ده بالعكس في هذه النوازل خصيصا نحتاج يعني أنه علاقتنا بالله سبحانه وتعالى تزيد علاقتنا بالله سبحانه وتعالى تزيد من الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وظهورا وإن شاء الله هذه أزمة عابرة يعني تمر فلابد يعني من التكاتف والتعاون مع الدولة شكرا كما ولينا شرفتنا بالاتصال شكرا جدا زعلانين إن إحنا مش هنصلي في الجامع ربنا قال لنا عندكم أسرتكم قوم يا رب الأسرة يا رعيها صلي بيهم لو كانت حجتك إن أنت مش هتنزل تصلي عشان الجامع مقفول مسجدا وطهورا صلي في البيت أنا لسه كنت شايفة صورة من كام يوم ناس منزليها عاملين للعمارة كلها صلاة جماعية عروف بتاع البيت إيه المشكلة إن بيتك يفرح بيك بيتك عايزك تصلي فيه سجدت الصلاة في بيتك افردها وصلي بعيالك بزوجتك إمهم كلهم وبأمام ليهم إيه المشكلة هنرجع لموضوعنا الأساسي في الشراء وإحنا بنشتري لو أنت بنشتري وربنا ميديك أنا برجوكو بجد في ناس كتير محتاجة ادوهم الفترة الجاية لأن الفترة الجاية هيبقى صعبة عليه قوي يشوفك نازل تشتري في سيخ وبعدين نازل تشتري يميش رمضان وقاعد بتاكل وهو ممكن يكون فترة الحذر لسه ممتدة مش قادر ينزل يشتغل ويجيب اللي أنت بتجيبه إحنا وصلنا لمرحلة جماعة يميش رمضان بقى إنا بنجيبه بالجرامات مش بنجيبه بالكيلو إحنا ممكن ثقافتنا فعلاً اللي تربينا عليها زمان تربينا كل حاجة كنا بنجيب منها شوال جيب منها كميات كبيرة جت للسن اللي أنا موجودة فيه دلوقتي وأجيالنا لا بنجيبها بالكيلو في ناس بتنزل تشتري بالجرام ولكن أنا من الناس اللي برجح ثقافة إن أنا أنزل أشتري الحاجة بالقطعة لو هشتري كل حاجة من كل حاجة قطعة أنا اشتريت من كل حاجة أفضل من أنا أشتري كل حاجة وتبوز عندي في البيت أو كل حاجة وما استخدمهش ثقافتنا لازم تتغير أرجوكوا انتبهوا مش معنى إن إحنا قاعدين في البيت يبقى كل حياتنا أكل ونوم ربنا ادينا الفترة دي عشان نقف قدام المراية كده ونحاسب نفسنا ونعيد حساباتنا ونرتب أولوياتنا من ضمن أولوياتنا هي عيشتنا جوه بيتنا يمكن أنا قلتها من فترة يا جماعة يمكن ربنا عمل الفترة دي عشان ناصل أرحمنا طب يعني ما من باب أولى جار أولى بنشوف عواصل أرحمنا اللي إحنا عايشين معاهم تحت سقف بيت واحد إحنا ما كناش بنعيش مع بعض طول النهار كنا ممكن يعدي علينا بالأسابيع فمنشوفش بعض رغم إن إحنا أسرة عايشين تحت سقف بيت واحد الأب طول النهار في سقيا عشان يجيب الفلوس الأمة هي كمان بتشتغل أو طول النهار في المطبخ الأولاد المدرسة أو النادي اللي بيربيهم وسنطر الدروس يعني كانت الحياة البيت من هو إلى إنه فندق بندخل ننام ونغير عشان نصحة تاني يوم ونمشي كل واحد يروح في اتجاهه طب ما هي فرصة نكتشف بقى نفسنا ونعرف بعض ونقرب من بعض ونرتب أولوياتنا أرجوكو قبل ما اختم في النهاية أرجوكو رتبوا أولوياتكم الفيسيخ مش لازم على فكرة مش هيحصل لنا حاجة لو ما أكلناهوش السنائي بل ممكن يحصل لنا لو أكلناه بلاش في سيخ السنائي دي أرجوكو حاجة رمضان قننوا برضو منها إحنا مش عارفين الحظر حيمتدل فين الدولة مسندانة بقدر الإمكان رغم إن إحنا مش هنقول دولة غنية قوي لكن إلى حد ما يعني ماشيين بسطر ربنا فاسبوها ماشية بسطر ربنا كده بلاش أصحاب العيشة الفارهة قوي إن هي تنزل تشتري الحاجات وما تبصش للناس اللي حواليها خلوه شهر سوم شهر عبادة يلا نرجع بقى لربنا عشان ربنا لما عمل حرقة الوباء دي عشان يقولك يا عبد افتكرني انت نستني وانا بحبك عشان انت عبدي فيلا بقى في فترة دي نفتكر ربنا ومتشكرة جدا في قناة الصحة والجمال على الاستضافة وسعيدة جدا باللقاء معاكم النهاردة وعلى امل ننألقاكم قريبا ان شاء الله شكرا